تغطر الإدارة العامة للوكالة الوطنية للإرصاد الجوية المواطنين إلى أنه في صباح يوم غد الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري يتوقع هطول أمطار غذيرة تتراوح مدها ما بين الخمسين إلى مئة وخمسين مليمتر وذلك في منطقة اللوكشاري، بيسو، وجنوب ولاية غيراء، وشار الأوسط، وكذا العاصمة ينجمين أما في الفترات المسائية فيتوقع هطول أكثر من خمسين مليمتر في مدينة جمين بالإضافة ما بين الخمسين إلى مئتين مليمتر في ولاية الشاربة جرمي ومدينة بوكورو بمقاطعة الدبابة وما يكيب شرق وعدد من مدن ولايات البلاد هذا وتطلب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية من المواطنين أخذ الحيطة والحذر كما تطلب من شركاء البلاد التنمويين إلى الوقوف معشات في حال حدوث فيضانات بمختلف مدن البلاد